بالمختصر المفيد إخواني الكرام أنه هذا هو الواقع الذي يجب أن يفهمه الكثير من الناس هذا هو الواقع حتى لا يخدعوك ولا يكذبون عليك يجب أنت مثلا أنك تكره هذا المسؤول أنت كثير يتمنو يفرح لما يشوف شخص يفضح في عرض هذا المسؤول وكذا 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 هذا لا يعني أنه من الناحية القانونية ما يقوم به هو صحيح هناك قوانين يا جماعة وهذه القوانين يجب أن يمتثل لها يجب أن يمتثل لها هذا الشخص أو هذا التشكيل السياسي أو هذا الحزب لذلك نجد بعض الحركات أو الجمعيات التي تنظوي تحت إطاء مسمى سياسي معين ترى تكثر من رفع شعارات الحل السياسي وأننا حركات سلمية وكذا وكذا حتى تبدأت خاصة لما يكونوا على صورة كل يتمتعون بالجنسية الأجنبية أو الإقامة الدائمة أو عندهم نجوء سياسي يكثرون من هذا الجانب حتى يبعدوا شبهة الإرهاب عن أنفسهم لأنهم في الحالة إذا تبنوا أي عمل فيه عنف ودولهم قد تلاحقهم في هذه الحالة سيتعرضون إلى التوقيف سيتعرضون إلى الملاحقة لأن هنا دول فيها قوانين وليست لألعاب إخواني الكرام أن ما تقوم به ما تسمى المعارضة الجزائرية في الخارج مع احترامي إلى بعض الأعمال التي تقوم بها بعض الوجوه قد نختلف معها في أمور ونتفق معها في أمور أخرى ولكن الشيء الذي لا يمكن أن نختلف فيه هي مدى احترامها لنفسها ومدى احترامها للدور الذي يجب أن تلعبه في صالح الشعب الجزائري ولكن هناك الغوغاء الذين يتصدرون المشهد كيف يتصدرون المشهد؟ استعمال الملفات المثيرة للجدل الرفع من وطيرة السب والشتم والقذف محاولة بأي قدر ممكن نشر ملفات حتى لو تكون غير أخلاقية المهم أن يكون لها حضور وهذا الحضور في مرحلة معينة لا يمكن أن يتحصل عليها أي إنسان لأنه في ذلك الوقت كان الإعلام ثقيل لا يمكن أن يروج لأي كان أن كنا في تلك الفطرة من هو المحظوظ الذي قد يظهر في برامج من الوزن الثقيل وبرامج عالمية وعابرة للقرات ولكن الآن في ظل هذا العالم المفتوح وشبكات التواصل الاجتماعي وكل واحد يستطيع أن يتحول إلى عدة قنوات فضائية من بيته يفتح عمئات الحسابات على الفيسبوك على تويتر على اليوتيوب ويستطيع أن ينشر ما يريد وقد يلفت انتباه المتابعي إذا نشر أشياء ملفتة للانتباه في ظل هذا الواقع في ظل هذا الواقع ظهرت وجوه غوغائية بمعنى الكلمة هذه الوجوه الغوغائية تحاول أن تتصدر المشهد بل بينها من تصدرت المشهد ولكن هل خدمت ثورة الجزائريين هل خدمت حراكهم بلا أدنى شك لم تخدمهم بل أضرت به بمعنى الكلمة لأنها ليست ناضجة سياسيا ولا ناضجة أخلاقيا ولا ناضجة فكريا ولا ناضجة وطنيا أصلا ولا لديها ثقل في الساحات الدولية وفي الدوائر الدولية لو نلاحظ مثلا المعارضة الإيرانية ونلاحظ مثلا مريم رجوي كيف لها ثقل في كثير من الدول أنا حضرت كثير بالنشاطات منهم تحضر لان نشاطاتها وندواتها شخصيات عالمية من الطراز الرفيع كبار المفكرين والسياسيين والنخب في دولها في حين أعطوني مجموعة جزائرية استطاعت أن تعمل نشاط تجيب مفكرين ولا تجيب مثقفين بل أنها تغلق الأبواب تحولت فقط إلى شبكات التواصل الاجتماعي كل واحد جالس في بيته فاتح لليوتوب انتاعه ولا فاتح الفايسبوك انتاعه يوميا يسب ويشتم ويصور ويحسب وفاتح مئات الصفحات وبينهم من يفتح حتى الصفحات تشيد به وتنصبه بطلا على الجزائريين بهذا والله لن تصنعوا التغيير بل أنكم تفوتون التغيير على الجزائريين